بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شرح سماحة العلامة شيخ صالح بن فوزان الفوزان أدى ستاسع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس كتاب آداب المشي إلى الصلاة ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائما للإفتاء باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بشرح هذا الكتاب المبارك فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ صالح حياكم الله مبارك فيكم من الأسئلة التي وردت في الدرس السابق فضيلة الشيخ يقول هذا الأخ السائل في الدرس السابق ما الأسباب الجالبة للخشوع في الصلاة وإذا لم يخشع الإنسان في صلاته أو في نافلته هل تحسب لاهر فضيلة الشيخ وهل عليه إعادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على أهله وأصحابه أجمعين والخشوع في الصلاة هو روحها فصلاة ليس فيها خشوع ليس فيها روح أي مثل الجسد الميت والخشوع هو السكون وإن قل قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فالخشوع في الصلاة هو قلبها ولبها وهذا من الله جل وعلا من به على من يشاء ولكن على العبد أن يفعل الأسباب الجالبة للخشوع ويتجنب الأسباب المنافية للخشوع لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في الصلاة وهو حاقن للبول أو حاقب أي للغاية حتى يتفرع للخشوع للصلاة ولا ينشغل بهذه الأمور التي تضايقه وكذلك نهي أن يصليه بحضرة طعام يشتهي حتى يأخذ نهمته من هذا الطعام لأن هذا أيضا يذهب الخشوع إذا دخل في الصلاة ولم يتناول من هذا الطعام الحاضر ما يذهب شهوته وحاجته إليه قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان البول والغاية وكذلك لا يصلي في مكان شديد الحرارة أو شديد البرودة لأن هذا يذهب الخشوع ولا يصلي في مكان فيه حصن أو شوك يؤذيه كل هذه الأشياء يتجنبها المصلي لأنها تذهب الخشوع وتشغل عن الخشوع وقال عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم فالصلاة في مكان شديد الحرارة يشغل الإنسان ويذهب الخشوع هذا سائل له أسئلة عن السجود السهو يا شيخ يقول إذا قرأ في السجود والركوع ناسيا هل يسجد للسهو؟ يستحب له إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه فإنه يستحب له أن يسجد للسهو وليس ذلك بواجب أن نحنح في الصلاة عمدا يا شيخ هل تبطل الصلاة؟ أن نحنح إذا تنحنح في الصلاة فبان حرفان فإن هذا يبطل الصلاة لأن الحرفين كلمة والكلام يبطل الصلاة الكلام من غير من مشروع في الصلاة يبطلها نعم يقول هذا السائل يا شيخ إذا شك المسبوق كم فاته؟ هل يقتدي بجاره؟ نعم الصفوف يقتدي بعضها ببعض الصفوف المؤخرة تقتدي بالصفوف التي أمامها والصفوف الأمامية تقتدي بالإمام لأنها تراه نعم شيخ صالح أيهما أفضل الانشغال بالعلم أم التنفل بنوافل العبادات؟ الانشغال بالعلم أفضل من الانشغال بنوافل العبادات قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فالانشغال بطلب العلم أفضل من الانشغال بنوافل العبادة فضيلتي الشيخ صالح ما فضل كثرة التطوع نعم كثرة التطوع من الصلوات ومن الصدقات ومن سائر أنواع العبادات هذا مما يعظم الله به أجر المسلم وأيضا مما يجبر ما يحصل في الفرايض من نقص إن كان فيها نقص وما الحكمة يا شيخ من مشروعية التطوع كما ذكرنا الحكمة جبران ما يحصل في الواجبات من نقص وزيادة الخير في عمل المسلم صلاة التطوع ما أفضلها يا شيخ صلاة التطوع أفضلها صلاة الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر هذا هو أفضل أنواع التطوع وهو وقت النزول الإلهي ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له فهذا هو أفضل قيام الليل قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد وقف بنا الحديث عند هذه العبارة وسوى ذلك فسنن أفعال مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه وما سوى سنن الأقوال التي مضت وذكرها المؤلف فهو سنن أفعال ومن أمثلة سنن الأفعال ما ذكره المؤلف وهو كون الأصابع مضمومة مبسوطة كون الأصابع مضمومة يعني ملسق بعضها ببعض ومبسوطة على الفخدين ووقت الجلوس بين السجدتين والجلوس في التشاهد نعم مستقبلا بها القبلة عند الإحرام نعم هذا من المواضع التي تضم الأصابع فيها بعضها إلى بعض مستقبلا ببطونها القبلة عند تكبيرة الإحرام وهي التكبيرة الأولى التي يدخل بها العبد في الصلاة نعم والركوع والرفع منه وحطهما عقب ذلك وعند الركوع يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك يعني إذا رفع يديه عند تكبيرة الإحرام فإنه يحطهما إذا فرع من تكبيرة الإحرام وقبض اليمين على كوع الشمال قبض اليد اليمنى بكوع اليد اليسرى والكوع هو مفصل الكف من الذراع هذا هو الكوع وأما مفصل الذراع من العضد فهذا يسمى بالمرفق ولا يسمى بالكوع جعلهما تحت سرته يقبض اليد اليسرى بعد تكبيرة الإحرام يقبض اليد اليسرى باليد اليمنى الكف اليسرى يقبضها بالكف اليمنى ويجعلهما تحت سرته كما ورد في حديث علي رضي الله عنه وإن وضعهما تحت صدره فكذلك هذا من السنة فيضعهما إما تحت صدره وإما تحت سرته في حال قيامه في الصلاة ولا يسدلهما والنظر إلى موضع سجوده هذا من سنن إلى فعال أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده لأن ذلك أجمع للخشوع ولا يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي فهذا منهي عنه ومتوعد عليه وكذلك لا يسرح طرفه يميناً وشمالاً وينظر في المارة وما حوله لأن هذا يشغله عن صلاته نعم وتفريقه بين قدميه في قيامه ومن سنن الصلاة تفريقه بين قدميه في قيامه لكن لا يبالغ في التفريق كما يفعل بعض الشباب اليوم فإن هذا ليس من السنة وهذا يضايق من بجانبه ويأخذ مكاناً أكثر مما يحتاجه نعم ومراوحته بينهما مراوحته بين رجليه يعني يعتمد على اليمنى ثم يعتمد على اليسرى هذه المراوحة يعتمد على هذه ثم يعتمد على هذه وهو قائم نعم وترتيل القراءة ومما يستحب في الصلاة ترتيل القراءة بأن يقرأ الآيات مترسلاً في قراءتها ولا يهذها هذاً ولا يمططها تمطيطاً وإنما يرتلها قال جل وعلا ورتل القرآن ترتيل ترتيل هنا معناه أن يترسل في القراءة فلا يهذ القرآن هذ الشعر ولا يمططه بأحكام التجويد ويبالغ فيها كما يفعل بعض الذين يطلبون الفضيلة لكن يخطئون في هذا ويبالغون نعم والتخفيف للإمام تخفيف للإمام أطول من الثانية اقتداءاً بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم وقبض ركبتيه بيديه قبض ركبتيه بيديه حال الركوع وحال الجلوس بين السجدتين نعم مفرجتي الأصابع في الركوع مفرجتي الأصابع يضع كل يد على ركبة يلقمها إياها مفرجتي الأصابع لا يضمهم هنا ومد ظهره مستوياً يستحبوا مد ظهره في الركوع مستوياً لا يخفض رأسه ويدليه ولا يرفعه ويشخصه وإنما يكون رأسه بحيال ظهره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وجعل رأسه حياله جعل رأسه حيال ظهره هذا معنى المد يمد ظهره مستوياً يجعل رأسه مساوياً لظهره نعم ومجافات عقبيه عن جنبيه يجافي عضديه عن جنبيه في الركوع ويجافي عضديه عن جنبيه في السجود ولا يضمهما إلى جنبيه نعم ووضع ركبتي قبل يديه في سجوده ويستحب وضع ركبتيه قبل يديه في سجوده إلا إلا إن كان كبير السن أو مريضاً ويحتاج إلى الاعتماد على يديه حين يخر للسجود فلا بس أن يقدم يديه قبل ركبتيه نعم ورفع يديه قبلهما في القيام ويستحب رفع يديه قبل ركبتيه في القيام يرفع رأسه ثم يرفع يديه ثم يرفع ركبتيه نعم وتمكين جبهته وأنفه من الأرض يستحب تمكين المصلي لجبهته من الأرض وأنفه لأن الأنف تابع للجبهة والجبهة من أعضاء السجود فلا يرفعها عن الأرض وإنما يسجد عليها على جبهته على المصلة سواء صلى على الأرض أو صلى على فراش نعم ومجافات عضو ديه عن جنبه كما سبق لا يلصق عضو ديه بجنبيه وهو راكع أو ساجد وإنما يجافي يعني يفصل ما بين جنبه وعضو ديه نعم وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة ويجعل بطون أصابع يديه على الأرض مفرقة لا يضم بعضها إلى بعض وكذلك أصابع رجليه يجعل بطونها إلى الأرض وهو ساجد نعم شكل الله لكم من فضيلة الشيخ صالح على تفضلكم بشرحي هذا الدرس الطيب المبارك من كتاب أداب المشي إلى الصلاة نستقبل ما تبقى من هذه الدروس المهمة في هذا الكتاب المبارك حتى ذلكم الحين أنقل لكم تحيات فريق العمل وزميلي من الإذاعة الخارجية عبد الله المواج في إذاعة القرآن الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته